أولا نحن فرحانين بهذا النشاط الذي ظلناه اليوم مع إخواننا في مصر لعطونا الشرف بشجاو اليوم إلى الجزائر العلاقة التي ستبدأ من اليوم إلى المستقبل هي علاقة استراتيجية لتنتوي كل الاقتصاد الجزائري ونحن الاختيار استراتيجي هذا مع المصريين هي أسباب كثيرة منها عندنا نوهاو في الجزائر وهو معتبر من الشركات الخاصة والعمومية في كل الميادين وعندنا نفس الشيء في مصر نحن نحن نريد الشراكة استراتيجية لكي نكون أقوية لإنجاز المشاريع في الجزائر وكذلك لما لها المشاريع في مصر وكذلك عندنا استراتيجية أخرى هو التصدير الأعمال والخبرة هذه الجزائرية المصرية أولا إلى أفريقيا لأن أفريقيا الآن تتطالب كثير من الأعمال وتطوير الاقتصاد الإفريقي في عدد بلدان وهذا استراتيجية ستكون عندنا فرصة كبيرة للاندماج إلى هذا الاقتصاد لتصدير الأعمال وتصدير الهيئة الجزائرية والمصرية في نفس الوقت الهدف الآخر هو أن عندنا ناس كثير لديهم خبرة تكنولوجية في المصر ولكن في الززائر في كل الميادين وهذه الخبرة سيكون فيها علاقة خاصة لأن الجمعية تعطي فيها الاعتبار لأننا بدون تكنولوجيا سنبقى دائما في متوصلين مع الشركات في الغرب أو في آسيا وهذا الاندماج إلى العلم النوحة بين الجزائر ومصر تكون فرصة طيبة لاندماج الشبان من مصر ولكن الشبان المخترعين في الجزائر لهم كثير لدينا علاقات كثير وهذا الشيء يجعلنا نسمحنا لتصدير هذه الكفاءة الجزائرية في الخارج بهذا الفرصة العجيزة كذلك المنظمة عندها أهداف نحن هذا الشركة ليس شركة في الأوراق ولكن إن شاء الله ستكون شركة إسبانية والجزائر مننا السنة نعطيه الاعتبار للأرقام والصح إنجازات هو الإنجازات ومن بعد العام نديره نتوقفه ونشوفه ما هم الإنجازات في هذه البرتوناريا وإن شاء الله نكونوا في عين الاعتبار فيما نتوقع عليه في المستقبل زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر اشتركوا في القناة